اشتركوا في القناة وتتمنى أن تصبح طبيبة في المستقبل تقضي نورة وقت فراغها في قراءة الكتب والمجلات الطبية وهي مسؤولة عن صيدلية الإسعافات الأولية في الفصل أهداها أبوها حقيبة إسعافات أولية فشكرته وأقضت تعرف أسرتها على محتويات الحقيبة واستعمالاتها فقالت هذا شاش معقم وهذا شريط لا ثق لتغطية الجرح وهذان مقص وملقة وهتان زجاجتان لتطهير الجرح والأخرى لمعالجته قالت الأم لا تنسي يا نورة أن تأخذ حقيبة الإسعافات معك غدا إلى البر وعندما خرجت الأسرة إلى البر أخذت نورة حقيبة الإسعافات الأولية معها وبينما كان مهند يلعب سقط على الأرض وجرحت ساقه فصرخ من شدة الألم أسرعت الأسرة لنجدته وحملت نورة الحقيبة معها فقامت بتنظيف الجرح ومعالجته ثم غطته بالشاش المعقم وعندما رأى أبوها مهارتها أثنى على حسن تصرفها وتمنى أن تكون طبيبة ناجحة في المستقبل ننتقل أبناء وبناتي إلى مناقشة النص ونمسك بتلبيب كلمة إسعافات ترى ما هذه الكلمة؟ كلمة إسعافات لو نظرنا إليها سنجد أنها جمع وجمع مؤنس ونجد أنها تدل على اسم ولكنها لا تبدأ بألئذا فالكلمة نكرة ننتقل بعد ذلك إلى مناقشة النص تتمنى نورة أن تصبح مهندسة أنوان الدرس كما تذكرون الطبيبة نورة إذن فالإجابة خاطئة نورة مسؤولة عن صيدلية الإسعافات الأولية في الفصل هذا ورد في النص بالفعل إذن فالإجابة صحيحة تقضي نورة وقت تفرغها في إجراء التجارب المعملية بالفعل ولكن التجارب البسيطة التي تناسب سنها استطاعت نورة أن تسعف أخيها مهند الإجابة الصحيحة تسعى نورة بالكرار لتحقيق أمنيتها نعم فالكرارة هي وسيلتك إلى أن تحقق كل ما تريده ننتقل إلى المعجم ونبدأ بالتراضي في أي معنى معنى كلمة متعة تسلية معنى تطهير تعقيم معنى نجدته مساعدته معنى أثنى مدحة معنى مهارتها إتقانها ننتقل إلى التضاد مضاد كلمة فراغ امتلاء مضاد كلمة تعريه طاقية مضاد كلمة شدة ضعف مضاد كلمة زم أثنى مضاد كلمة الأخرى الأولى ننتقل إلى المفرد والجمع جمع دراسة دراسات مفرد طبيبات طبيبة جمع المجلة المجلات مفرد صيدليات صيدلية جمع الألم الآلام ننتقل إلى أوراق العمل ومعنى خريطة المفردة كلمة المستقبل ما نوع هذه الكلمة؟ هذه الكلمة بدأ بالألف واللام إذن فالكلمة اسمه مراد في المستقبل الغد أو الآتي والمضاد الماضي ضع كلمة المستقبل في جملة في المستقبل أحب أن أكون طبيبا ننتقل إلى الشكل بن لنقارن بين حقيبة مدرسية وحقيبة إسعافات كلتا هما حقيبة كلتا هما وسيلة لحفظ الأشياء الحقيبة المدرسية فيها الكتب والدفاتر والأخلام حقيبة الإسعافات فيها الشاش والقطن والمقص إلى آخره نتقل إلى لعب التربوية إلعب مع إخواتك القبعة الست نرتدي القبعة البيضاء فتقول نورة تحب مادة العلوم وتتمنى أن تصبح طبيبة في المستقبل نرتدي القبعة الحمراء نورة تشعر بسعادة في دراسة العلوم نرتدي القبعة السوداء نورة لا تعرف شيء عن إسعافات الأولية لأنها لم تدرسها بعد نرتدي القبعة الصفراء أهداها أبوها حقيبة إسعافات أولية نرتدي القبعة الإبداع وهي الحضراء أخذت نورة تعرف أسرة محتويات الحقيبة واستعمالاتها وقامت بعلاج الساق أخيها عندما أصيب في البري اردد القبعة الزرفاء لتلقص الدرسة كلها عندما رأى والد نورة حب ابنته لمدة العلوم ورغبتها أن تصبح طبيبة أهداء حقيبة إسعافات أولية فأخذت تعرف أسرة محتويات واستعمالات هذه الحقيبة وعندما جرحت الساق أخيها على جته نورة وأسنى عليها أبوها وتمنى أن تكون طبيبة ناجحة في المستقبل نتقل للتكاليف المنزلية قم بحل التدريبات ولا تنسى النسخة بخطك الجميل استحرش الظواهر الإملاية من النص حسب الكشاف هذا ونقول قد انتهينا من الوحدة السامنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة